السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال في برد 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 برد. اليوم ان شاء الله سوف اشارك معكم تحديث جديد في اليوتيوب. وهذا التحديث رائع جدا. هذا التحديث رائع. واحدة درجة كبيرة جدا. في الحقيقة بدأت الاحد ان اليوتيوب اصبحت تنافس المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك والتيك توك وغيرها. وتضيف بعض الامور المهمة جدا. وانا في الحقيقة ارى ان هذه الميزة التي سوف يتم اضافتها الان في اليوتيوب ميزة يا سلام. طيب قبل ذلك اعتذر على الفيديو الخاص بالبارحة. لاني نشرت روتيني يومي اه خاص بالاشغال المنزلية والسبب الذي جعلني يعني اه لا انشر الفيديوهات في استوديو. انا كما تلاحظون انا الان في في الخارج باسباب العمال ضجيج تتتا الى اخره. المهم على ايين اذا كنت مهتم بكل ما يخص اليوتيوب اه وايضا كل ما يخص اه الريح من الانترنت والبلوغر الى اخيره. فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس تتواصل دائما بهذا الجديد. ولا تنسى الاعجاب. ويلا الان نتعرف على هذه الميزة الجديدة. اليوتيوب اضافت ميزة اسمها المفضلات. يعني المفضلات. يعني اي شخص لديه متصفح في جوجل كروم او موزيلا فيرفوكس اي متصفح. يجد لديه في الاعلى شيء يسمى المفضلات. هذا المفضلات تقوم بتخزين فيها المواقع او اي شيء. انا غالب المهم. المواقع تقوم بتخزينها في ذلك المكان. وتصنفها على حسب ما تريد. يعني تريد ان تصنف هذا يعني الموقع خاص بالالعاب. موقع خاص بالدين. موقع خاص بالرياضة والى الى اخره. فاليوتيوب في هذه التحديثات الماجية انها سوف تقوم باضافة هذه الميزة في اليوتيوب نفسها. بمعنى آآ اليوتيوب آآ تعرف اننا لدينا عدد كبير جدا من الناس مشتركين. يعني مثلا انا مشترك لدى مئة قناة. اوه هذه القنوات مختلطة. وفي الصفحة الرئيسية يظهر لي آآ فيديوهات خاصة بالالعاب. فيديوهات خاصة بالدين. فيديوهات خاصة بالكرة. فيديوهات خاصة بالوطائق. بالمعلوميات. بالريح من الانترنت. باليوتيوب. فانا لدي عدد كبير جدا يظهر لي في الصفحة الرئيسية. فاليوتيوب قالت لنا انه سوف يتم اضافة قسم المفضلات. وسوف اقوم بتقسيم هذه الاقسام. سوف اضع مكان خاص بالالعاب. مكان خاص بالربح. مكان خاص مثلا بالدين. وسوف اختار القنوات التي اشتركت فيها. واقوم بتصنيفتها في كل مكان. يعني مثلا انا مهتم كثيرا كثيرا بالريح من الانترنت. سوف اقوم بانشاء صفحة المفضلات في اليوتيوب. تمام? واقوم باضافتها في المفضلات الخاصة بالريح من الانترنت. سوف اقوم باضافتها هناك. ووقت ما اريد ان ادخل الى الريح من الانترنت. لا ابحث عن القناة التي انا مشترك فيها. ولا ابحث على الفيديوهات الخاصة بذلك الشخص. فقط اقوم بالدخول الى المفضلات. تمعد ذلك سوف ادخل واجد جميع الفيديوهات الخاصة به. وسوف اشاهدها بكل راحة واتمئنة دون دمجها او اختلاطها مع الفيديوهات الخاصة بالاخرين. وهذا هو التحديد الجديد الذي سوف يتم اضافته في اليوتيوب ان شاء الله بحول الله. وهذا ما استطاع ان اشارك معكم. وارجع الان الى البيت. اسمع الدرجيج العمال. واتمن لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.